اهلا بكم اليوم نريد ان نقوم بعض القائمة التي قمنا بتسجيلها بملف functions.php وقمنا بانشائها هنا في صفحة القوائم في لوحة تحكم wordpress نريد ان نعرضها هنا في القالب حتى نستطيع اضافة عناصر لها ونتحكم بها من هنا فالكود الذي يتحكم بهذه المنطقة او بالمنو موجود في header.php فهذه القائمة الخاصة بنا او بالاحرى هذه القائمة الخاصة بنا التي تظهر هنا فساقوم بالذهاب الى ادنى tag الناف واقوم بكتابة هنا tag الphp بدأ حديثي بلغة php وانحاء الحديث وساستخدم فونكشن خاص بعرض المنو اسم هذا الفونكشن wp او wordpress nav menu هذا الفونكشن يأخذ بداخله الري هذه الري تحتوي معلومات المنو التي اريد تشجيلها فسأسمي هذه الري upper menu كون انني ساقوم بادراج معلومات عن upper menu وبعد ذلك ساقوم باخذ ال upper menu هنا وادخالها في الفونكشن حتى يقوم بعرضها لي بنفس هذه المعلومات الموجودة هنا فسأعطيها اسم هذه المنو فمثلا نقول اسمها upper menu جيد او slug او اسم اضع كما وارد ان احدد ان هذه المنو اين ستظهر ستظهر او ما القائمة التي تتحكم بها هي القائمة الموجودة في هنا في functions.php قلنا ان لدينا main menu موجودة في location اسمه upper menu فأريد ان اقول ان هنا اريد عرض المنو التي موجودة في upper menu فسأقول theme location theme location وسيكون هنا upper menu مرة اخرى theme location الموجود هنا يجب ان يكون نفسه الموجود هنا فهذا فقط ساقوم الان بحفظ التغييرات فذهب للموقع فستظهر لي القائمة الموجودة هنا هنا اهلا بالعالم صفحة تجربية صفحة جديدة موقع كله موجود هنا اذا قم مثلا بحذف اي عنصر قم بحذف من هنا اهلا بالعالم ازالة ازالة حفظ التغييرات ايضا هنا سيتم ازالة اهلا بالعالم يعني بمعنى اخر انني اتحكم بالقائمة من لوحة تحكم wordpress جيد ولكن القائمة هذه القائمة لا تظهر كما هذه القائمة موجودة هنا لماذا؟ لان اذا ذهبنا الى header.php نلاحظ ان القائمة الخاصة بنا موجودة ضمن tag الdev و tag الdev لديه class هنا اسمه row وايضا القائمة التي لدينا لديها id nav ولديها class nav علينا اضافة ذلك ضمن معلومات الري هنا فسنقول ان الكنتينر للقائمة الخاصة بنا هو عبارة عن dev مرة اخرى لماذا؟ لان هنا الكنتينر هو dev جيد والكنتينر class هو عبارة عن row ساقوم باضافته الان فهنا لدينا row جيد والان يجب ان اقوم باضافة هذا الشيء ان المينيو الخاصة بي لديها id nav class nav فساقوم بكتابة هنا items wrap والمقصود بذلك المحتوي على ال items هذه ال items ال i هي ال items الخاصة بالمينيو وهذه هي المينيو ما الشيء الذي يحتوي على هذه ال items هو ال ul فسنقوم بكتابته هنا جيد سنقوم بذهاب ul id nav و class nav و اغلاقه من هنا و اغلاق ال ul كاملة جيد ساقوم الان بالحفظ الذهاب للموقع تحديث لن يظهر اي شيء لماذا؟ ساقوم بالنقر على inspect سأجد ان لدي هنا row فعلا class dev class row لدينا هنا ul لديها id nav و class nav ولكنها فارغة لا يوجد بها اي عناصر لانني يجب ان اقوم بتعويض العناصر التي ادخلها بالقائمة هنا يجب ان ادخلها ايضا هنا بين ال tag الفتح والاغلاق ل ul فساقوم بكتابة الان percentage sign 3 dollar sign s حفظ التغييرات الان اذا عدت للموقع تحديث ستظهر لي القائمة بهذا الشكل ممتاز الان اذا ارد مثلا انا اقوم باضافة class الان اذا ذهبت الان الى دعوني اقوم بالinspect مرة اخرى ساجد ان لدينا هنا المنيو id nav و class nav اذا ارد ان اقوم مثلا باضافة class المنيو الخاص بwordpress فيمكنني تعويض ذلك هنا بكتابة بجانب ال nav percentage sign 2 dollar sign s حفظ التغييرات العودة ساجد ان ظهر لديه هنا class المنيو الان ساقوم بحذف هذه القوائم موجودة هنا الاستاتك فساعود هنا بهذا الشكل اقوم بحذفها وتحديث الان اذهب للموقع من هنا بهذا الشكل ساجد ان ظهرت لي القوائم الخاصة به هنا او عناصر القائمة هنا فيمكنني اتحكم بها مثلا يمكنني اضافة سياسة الخصوصية حفظ التغييرات ساجد ان ظهرت سياسة الخصوصية هنا فالان قم بانشاء قائمة دايناميك باستخدام wordpress functions فاتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد والقاكم لاحقا اشتركوا في القناة